اشتركوا في القناة حشما يدافع عن رئيسه في العمل القطرية ناصر الخليفي مالك نادي باريسان جيرمان بعد المباراة التي لعبها الفريق المملوك لدولة القطرية في اسرائيل ودفع المعلقة الجزائرية في قنوات البيينسبورس القطرية عن دولة قطر بعد هذه المباراة حيث قال لأعلامي الجزائرية في تدوينة لها على مدى الأيام القليل الماضية وصلتني الكثير من الرسائل الخاصة في حسابتي على وسائل التواصل الاجتماعي يطلب مني أصحابها إبداء رأيي وموقفي من مشاركة نادي باريسان جيرمان في نهاية كأس السوبر الفرنسية الذي جرى الأحد الماضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في محاولة من أصحابها للرافع من مجرد مباراة كروية إلى مستوى خيانة القضية الفلسطينية ومقارنة تطبيع السياسية والعسكرية والتجارية لبعض الأنظمة العربية المسلمة مع مشاركة فريق فرنسية في مصابقة فرنسية وأضاف في دفاع واضح عن الدولة القطرية ورئيسه في العمل ناصر الخليفي حتى ولو كان الفريق ملكا لهيئة استثمار عربية مثل ما هو الحال بالنسبة للكثير من الأندية الأوروبية التي تعود ملكيتها لمستثمرين عربة على غيرار السيتي ونيوكاسل وألميريا وباريسان جيرمان الذين لا يمكنهم رفض المشاركة في المصابقات المحلية والأوروبية التي تنظمها الاتحادات المحلية والقارية مهما كانت ظروفا وأضاف من هذا المنبر أريد تذكير صحاب النوية السيئة بأن باريسان جيرمان هو فريق فرنسية ونهاء كأس السوبر هم منافسة فرنسية ينظمها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ولا يحق لأي كان في فرنسا الاعتراض على برمجة مكانة وموعد إجرائها نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء